أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة التجامعات الصناعية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسقين المحلية والعالمية وأشار وزير التجارة إلى أن الدولة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة روبيكي وتكامل السلاسل القيمة بها حيث تم إنشاء مئة مصنع بالمدينة وفقا للتوجهات الرئاسية لإتاحة بيئة مواتية لصناعة منتجات تامة الصنع من أحذية وشنط وملابس جلدية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاهتماد على الاستراد جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لمدينة الجلود بربيكي والتي تضمنت زيارة عدد من المدابع بالمدينة إلى جانب المركز التكنولوجي ومصانع الغراء